طيب بصوا بقى يا جماعة اتحاد الكورة وهو بيخبع الاهلي الجواب اللي كان ممكن يحدفوله من فوق الصور وده ايميل حتى كان ممكن يفروده من غير ما يتعب نفسه خالص او يرفع السماعة يا جماعة فيه كذا ايه رأيكم بس كل ده ما فيش ده يحصل مع الاهلي لكن في نفس الوقت الموسم اللي فات اللي بطولة الدوري اريد لها اريد لها ان ما تروحش الاهلي كابتن حسين لبيب يطلع بعد ما الرجل خرج من المسئولية يعترف انه حاجتين فيه اخطر من بعض واحدة انك تيجي عليك عقوبة ويتكتك وينسق مع اتحاد الكورة انه محدش يعرف عنها حاجة لغاية لما ناخد الدوري انت متخيلين ان الكورة بتدرب الطريقة دي وبتسأله الاهلي ليه بيفقد بطولة الدورة السنة اللي فاتت اسمعوا الكابتن حسين لبيب وده كان رئيس نادي الزمالك في اللجنة السابق نسمعوا اتنين ستة جواب بوقف نادي الزمالك فترتين قيد طيب انت عرفت ان الزمالك اتوقف قيده ننست وما بلغتش ده انا ببلغش مخلوق ما بلغتش حاج ده صح جدا لان هو ده اللي كسمني دوري لو كانت عرف اولا الناس كلها كانت هتعد هيحصل لغة كتير جدا اللي قدرنا نعمله والاول مرة في نادي الزمالك ان الجواب ده ما طلعش غير بعد ما اخدنا الدوري وما حدش عارف عنه حاجة خال هو ده صح جدا انك تخفي طب هو ده مشكلة مش هي زي المشكلة دلوقتي ايه اللي بيتبعت و ايه اللي ما بتبعتش و ايه اللي بيتحجز و ايه اللي حتى الجواب الواحد اللي تبعت جزء منه وتخفي جزء منه طب ايه تبعت للي اتحادي الدولي ترد عليه في المشكلة تقول له ايه و ما تقولوش ايه مفيش شفافية مفيش حقيقة بتعلن لا في وقتها ولا الاطرافها ولا الوسط الرياضي ده ما سأل يا جماعة يعني انت عليك انت تنبش في مواقع الاتحاد الدولي عشان تعرف الحقيقة باستمرار لكن اذا كنت منتظر خير ان يطلع كده ادينا بالادلة هو التي لا تقبل الشك لا و ده صح اه جدا من وجه نظر و كراجل يعني استفاد من المغفر اه صح جدا بس هو مش صح ولا حاجة صح ليه ليه تخفي ليه وتخبي ليه وتأجل ليه طيب ده ما يخدم الزمالك واستقراره من وجهة نظره حتى ان كان ده على حساب الوضع القانوني في انك انت جات عليك عقوبة لكن لما تكون انت تتدخل كمنافس ازاي تعرض بالاهل للضغط و ازاي تخليه يلعب بشكل مضغوط عشان تخلص عليه ده برضو اعتراف الكابتن حسين لبيت بالدوري بيبقى تمانين تسعين في النية داخل الملعب وعشر عشرين العشر عشرين دول مكملين تمام فانا النهار ده ما اخدنا على عاطقنا وبالاتفاق مع ميستر كارتيلون وكان النادي الاهلي ما عندوش لعب الشراكه في طولات افريقيا اما وفقنا الاتحاد الكرة وفقنا على شرط الاهلي يلعب مباريات وربعة واتفاقت مع ميستر كارتيلون على حاجته قلت له احنا ما هنعمل كده بقينا فرقين عشر اتنشر بونط عن الاهلي ويتشز هيخلي الاهلي يلعب وهو مضغوط ومضغوط وفي نفس الوقت اخد انا الفترة دي اعمل لك معسكر يا ميستر كارتيلون في اسكندريا لمدة عشرين يوم دي فرقة جامد جدا جدا في بطولة الدوري هو ده كلام كرئيسنا دي بفكر ازاي يستفيد من الظرف وازاي يطلب الطلبات ايه اللي حيحقه الاتحاد الكرة وتسهل وده اللي انا بقوله بقى دلوقتي انت في كل توقف الناس اللي بتقول النادي الفلاني موافق ان النادي الاهلي يتأجله هو عشان هو صورة ايه صورة استرن كامبن دلوقتي عامل يقابليها البنك الاهلي كانوا قاعدين بيتمرانوا عشان المباردية بالذات لمدة طويلة معسكر وانت جاي ما عندكش فرصة لا تشوف هو عامل ايه ولا تشوف هو بيجاهز ازاي وجاي مجهد فبتحصل المفاجآت اللي انت بتبقى مستغربة والاداء اللي انت مش موافق عليه هو ده بالضبط واحد بخبرة الاساس او كابتن حسين لبيب قالك استفيد من الموقف هو في ايه يعني خد انا اجري وبعدين هما يضغطوا يجوا مرهقين خلاص اكون انا عديت ده بيحصل دلوقتي فمحدش هو نبي ينظر علينا ان هو ايه مظلوم يعني هو بقى بيعمل كده وعادي يصدر لك المظلومية كمان لا انت كل حاجة بتعملها لانت بتبقى لصالحك مؤكد يعني بس الناس يشوف الحقيقة اللي انا مش بلوم حد انه بيعمل كده اي واحد يستفيد من موقف بشكل مفهوش لف ولا دوران هو حر لكن التواطب انك تخبيه لجواب وتخبيه لعقوبة وتدفع لي فلوس وتغرمنا هو ده ده لنا يعني اتصدل وتصدل القوة انا وحضرتك واي انسان منصف طيب